تقارير صدرت مؤخرا عن منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى أنه في السنوات القادمة سوف تعاني إسرائيل من نقص في الأطباء أولا سيكون هناك نقص في السبعة إلى تامن سنوات الأخيرة بسبب خروج كبير للأطباء الروس الذين قدموا قبل أكثر من ثلاثين سنة إلى البلاد وسيخرجون هنا للتقاعد بالمقابل هناك تعامل بعنصرية مع الأطباء الوافدين العرب من الدول الخارجية باعتقادهم أن مستوى الطب هنا أعلى وعليه تتعامل إسرائيل بازدواجية مع الطلاب العائدين والأطباء العائدين الحل سيكون عندما يعبر هؤلاء الأطباء القادمين وهم جيدون الامتحان وأنا أقول وأكد أن معظم الأطباء الذين يخدون مستشفيات هذه البلاد هم من خرجه الخارج وليس من خرجه البلاد معطيات مقلقة تعود لعدة أسباب أهمها النسبة المنخفضة في أعداد الطلبة الناجحين في امتحانات الدولة لمزاولة مهنة الطب في البلاد وغالبيتهم من أبناء المجتمع العربي كما ويؤثر هذا النقص بالدرجة الأولى على المستشفيات العربية التي تعاني أصلا من الإجحاف في توزيع الموارد المالية المشكلة أصعب بكتير وين إحنا موجودين في المناطق اللي إحنا عايشين فيها ما يسمى الضواحي الدولي الضواحي الدولي فيها مصيبة أكبر إنه عدد الأطباء الموجودين فيها اليوم للألف نسمة هنا نصف ما يسمى دولة تل أبيب يعني اليوم نحكي عن خمسة نقطة واحد طبيب للألف نسمة في تل أبيب وثنين نقطة ثلاثة طبيب اليوم في منطقة الشمال طبعا مستشفياتنا في الناصر هي المستشفيات العربية الوحيدة الموجودة في المنطقة وإحنا نعرف أنه أغلب الأطباء الموجودين في مناطق الضواحي هي أطباء عرب فالنقص هو هائل وما في شك أنه النقص رح يصير أصعب في ظل الاقتضاف الشديد الذي تعاني منه المشافي في إسرائيل تأتي هذه المعطيات المتعلقة بإعداد الأطباء لتزيد من صعوبة الموقف وتنبؤ بمستقبل سيء للقطاع الصحي في البلاد عامة والمجتمع العربي خاصة